على اعطاء انطلاقة اشغال بناء اول مصنع بافريقيا تابعنا للشركة الكندية المتخصصة في صناعة الطائرات بومبردي روبرتاج المهدي بخاري عبد الرحيم البحديوي وتحرير الامين الخالدي مصنع بومبردي الذي اعطى جلالة الملك محمدون السادس انطلاق اشغال بنائه اليوم رصدت له ميزانية استثمارية بقيمة 200 مليون دولار امريكي المشروع من المتظر ان يشاغل عند الشروع في استغلاله ازيد من 800 منصب شغل مباشر واكثر من 4000 منصب بصفة غير مباشرة وسينجز على ثلاثة اشطر هذا المصنع سيتم انجاز وصناعة ازاء الطائرات على اختلافها سنقوم بتجميعها وارسالها فيما بعد الى كندا بهدف التركيب النهائي للطائرات ونتوقع انها اشغال الشطر الاول عند منتصف السنة القادمة المشروع الصناعي الذي اشرف على اعطاء انطلاق اشغاله جلالة الملك محمدون السادس سينتج معدات انظمة التحكم في الطائران الخاصة بالطائرات الاعمال وطائرات التجارية من سينفس اس ار جي اليوم هناك المئات من المقاولات حاضرة وهناك ارضية ولديها قدرة تنافسية خصوصا وانها تتواجد على بعد كيلومترات من القارة الاوروبية هناك خبرات وموريد بشرية مؤهلة خريجة معهد الطيران واليوم كل الشروط متوفرة والمغرب بلد مستقر كل هذا يساعد على جلب المستثمرين ويساعد على جلب المستثمرين لذلك كل المستثمرين لتأثير من المستثمرين استقرار بومبردي بالمغرب يأتي لينظاف الى اكبر الشركات العالمية بوينغ مجموعة صفران زورياك سوريو اير فرانس بما يدل على ان المغرب اصبح وجهة رئيسية لاستقبال الاستثمارات المتعلقة بمجال صناعات الطيران